اشتركوا في القناة عند الإمام النورسي وأثره في صناعة الإيجابية الشريعة لا شك بما فيها من أصول كلية وقواعد أغلبية لها القدرة على مصاراعة الأحداث وإعطاء الحلول للمستجدات والواقعات وهذه المساحات المرنة يتحرك من خلالها المجتهد للوقوف على المعضلات والمشكلات والإمام النورسي تحرك ضمن هذه الفضاءات وكان له اجتهادات علمية تبين منهجه ومسلكه واطلاعه وسبر الواقع الذي يدلل على قدرته في الاجتهاد وفي الإعطاء في الواقع اتجهت الدراسة باتجاهين الاتجاه الأول هو اتجاه نظري تجريدي تبين الأبعاد المصطلحات الشرعية في هذا الموضوع وكذلك تبين الجانب النظري الذي سلكه الإمام النورسي باتجاه الفقه المصلحي ثم أردفت الجانب النظري جانبا تطبيقيا عمليا يبين صحة هذا الأصل وتجسيده عمليا عند الإمام النورسي رحمة الله عليه اقتضت خطة البحث أن تتكون من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة التمهيد كان فيه الكلام مقتضبا عن الإمام النورسي اقتصرت في ذلك على الجوانب الإيجابية التي زرعها بيته في الإمام النورسي ومما ذكره الإمام النورسي في ذلك قال أقسم بالله لا زالت تلك التغريدات لجدتي هي تزرع في نفسي وهو في عمر الثمانين وهذا مما يدلل على أن بيته صنع فيه الإيجابية ثم المبحث الأول كان بعنوان الجانب النظري للفقه المصلحي عند الإمام النورسي بداية تكلمت فيه عن المصلحة من حيث المدلول اللغوي ولا شك أن المدلول اللغوي أن المصلحة هي ضد الفساد والمصلحة بمعناها اللغوي تنحدر منها كل المعاني الإيجابية والفساد تنحدر منه المعاني السلبية ثم بيّنت بعد ذلك أن الجانب النظري عند الإمام النورسي في الفقه المصلحي له باب واسع في رسائل النور واتجه الفقه المصلحي في ذلك بعدة اتجاهات كما بيّنه الإمام النورسي الأول أنه تكلم أن الكون بكله هو مصلحة للوجود وذكر أن النبوة مصلحة وقال هي قطب المصالح الكلية ثم ذكر بعد ذلك المعاني التي تدلل على هذا المنهج هو عند كلامه عن أسماء الله الحسنى وخاصة عند اسم الله الرحمن الرحيم وعند اسمه الحكيم قال هو المتصرف وفق المصالح والتدبير على المصالح والحكم والغايات لأن الحكيم لا بد أن يكون تصرفه عن حكمة وغاية ثم بعد ذلك بيّن الإمام النورسي أن هذا المصلح بما أن الفقه المصلحي هو مسلك خطير جدا لربما يؤدي إلى ضرب الثوابت الشرعية لكن الإمام النورسي تنبه لذلك وتكلم في تلك المسألة شائكة ومن ذلك قوله بسد باب الاجتهاد كان هذا القول هو اجتهاد منه ومصلحة قال بذلك اجتهادا منه ومصلحة لأن القول بسد الباب الاجتهاد كان مناسبا لواقعه من تسلط بعض الجهال الذين أفتوا وتكلموا في مناسبات وفي فتاوى ربما تكون في ذلك ضربا للقواعد الشرعية ولمقاصد الشريعة وكان هذا المنهج منه رحمه الله أن سد باب الاجتهاد قاله مصلحة لكن هذا لا يعني أنه أغلق الباب تماما فهو على مستوى الفردي نهى عن الاجتهاد لكن على مستوى الجماعات والمجالس العلمية تكلم عن ذلك ولا يؤدي في ذلك إلى خطورة هذا من حيث الفقه المصلحي هذا يدعونا إلى أن نتكلم إلى جانب آخر عندما نقول المصلحة والفقه المصلحي لا بد أن نتكلم عن الموازنات لأنه لا يوجد مصلحة خالص البتة ولا توجد مفسدة خالص البتة كل مصلحة تشوبها شيء من المفسدة وكل مفسد تشوبها شيء من المصلحة فلا بد من الموازنة لا بد من الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض ولا بد من الموازنة بين المفسدة والمصلحة ولا بد الموازنة أيضا بين المفاسد بعضها مع بعض والإمام النورسي تكلم عن ذلك وبيّن من حيث الجانب النظري وقال في ذلك إن المصلحة حكمة مرجحة وما ذلك يدلل على أن سلوك الإمام النورسي هو في الترجيح بين المصالح المتعارضة سلوك الإمام النورسي الفقهي باتجاه الموازنات هو إدراك لتقلب الواقع والأوضاع والأحوال وأن المجتهد يتحرك وفق هذه الموازنات التي ممكن من خلالها أن يعمل مقاصد الشريعة هذا بما تقدم من الجانب التنظيري التجريدي أما من حيث الجانب التطبيقي العملي الذي يدلل على سلوك الإمام النورسي بهذا المنهج هو كما قلنا أن الموازنات لا بد أن تعتريها أما تعارض المصالح مع المصالح أو تعارض المفاسد مع المفاسد نبدأ بالقسم الأول وهو تعارض المصالح بعضها مع البعض عند الإمام النورسي هذا من الأمور التي تتعارض عند المجتهد وهو باب في أصول الفقه عندما تتعارض المصالح بعضها مع بعض يسلك المجتهد إلى أعظم المصالح ويبين سلوك الإمام بهذا المنهج عندما قدم إليه أحد طلابه سؤالا عن الشيخ مصطفى صبري قال له ألا تجاهد وعندك كم من الطلب إلى خمسمائة طالب قال أنا أقدم الإيمان على الجهاد والإيمان في هذه المرحلة أولى من الجهاد وهو هنا ترجيح للمصالح قدم مصلحة الإيمان على مصلحة الجهاد بنظره أن الإيمان هو الأولى ومقدم على الجهاد وهو لأنه الذي يقود إلى الجهاد هو الإيمان وإلا كان عبثا وخروجا عن المسؤولية وما حادثة الصحابي أو حادثة الذي كان يقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل بشجاع وبسالة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار لأنه فقد جانبا من جوانب الإيمان ألا وهو الإخلاص ثم في نهاية المعركة أنه انتحر والإمام النورسي بيّن أن منهجه الأول هو الإيمان ثم الجهاد ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن استصوب الشيخ مصطفى صبري ذلك الاجتهاد واستحسنه وأخبر طلابه أن ما ذهب إليه الإمام النورسي هو الصح والأفضل هذا بالنسبة للتعارض المصالح بعضها مع بعض أما بالنسبة لتعارض المصلحة مع المفسدة عند الإمام النورسي هو قوله المشهور والرضى بالدستور عام 1957 عندما رضي بالدستور الذي في دباجته مجال للحرية للعمل وللدعوة وللتفرغ للإيمان ورضي بهذا الدستور وهذا منه تغليب لجانب المصلحة على المفسدة ولربما تحقق فيه مصلحة مرجوة من خلال هذا الدستور وفعلا حقق الإمام النورسي في ذلك ما أراده من تلك الموافقة وهذه رؤية متكاملة متجانسة عند الإمام النورسي ثم المطلب الأخير وهو تعارض المفاسد بعضها مع بعض وهو من أخطر المسالك التي يسلكها المجتهد ولهذا قالوا قديما أن ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر لكن العاقل هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وإدراك هذا المسلك من قبل المجتهد هو من أدق مسائل أصول الفقه ولهذا عبر عنه إمام ابن القيم والإمام الشاطبي بأنه من صفات العلماء الراسخين والإمام النورسي سلك هذا المسلك وهو له باع في ذلك من تلك التطبيقات انتخابه للحزب الديمقراطي في وقته على حزب الشعب وعندما قيل له وسئل في ذلك قال حزب الشعب يقطع الذراع والديمقراطي يقطع الأصبع ونختار من يقطع الأصبع على من يقطع الذراع وهذا تعارض مفاسد حقيقة لكن اختار أقل المفاسد ليقلل في ذلك الحجم الضرر الذي قد يصيب المسلمين في ذلك الوقت وهذا لما يدلل على أن الإمام النورسي يملك العقلية المتوازنة الاجتهادية وله القدرة على الاجتهاد وله القدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد ألخص ما ذكرته بجملة أمور أولا أن الإمام النورسي له بيت من العطاء الإيجابي ثم أن الإمام النورسي سلك الفقه المصلحي والموازنات من حيث الجانب التنظيري ثم من حيث الجانب التطبيقي الذي بين هذا المنهج ثم بعد ذلك أؤكد على أن هذا المسلك هو مسلك خطير وأكد عليه الإمام النورسي وبيّن أنه لربما يجر الكثيرين على اقتراف وضرب ثوابت الشريعة بالدعاء المصلحة لكن العاصمة في ذلك هو التمحور حول مقاصد الشريعة العامة والكلية ثم بعد ذلك أؤكد أن ما مر من اجتهادات فقهية وقواعد علمية التي بنيت على أصل المصالح لربما تتغير هذه الأحكام بتغير المصلحة لأن الأحكام تتغير بتغير مصالحها وما تغيرت مصلحته في زمن قد يكون مفسدة في زمن آخر وما كان مفسدة في زمن قد يكون مصلحة في زمن آخر لكن العاصمة في ذلك هو تتبع وجوه المصالح بإدراك المقاصد وإدراك العلل وأريد أن أؤكد كذلك أن ما ورد من خلاف فقهي تنظيري في كتب أصول الفقه أن أصل المصالح هو أصل مختلف عليه أقول هو أصل متفق عليه بإجماع الأئمة بأن أصل المصالح هو أصل من أصول شريعتنا الغراء وهو أصل متفق عليه وإن كان هناك خلافا نظري لكن من حيث التطبيق العملي كما أكد ذلك وحقق ذلك العالم الفقيه الأصولي أبو زهراء وأشكركم مرة أخرى على حسن الاستماع وأشكر مؤسسة إسطنبول على استضافتها في هذا المؤتمر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم شكرا اشتركوا في القناة